مشاهدين هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز أخبار التاسعة مع الزميلة هلال حملوي شكرا دينا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادة وسلامة أراضيه ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي وتوافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي كما أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي وقيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما أصفر عن سقوط شهداء ومصابين كما قصفت متفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة السطر بخان يونس هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة على منزل غرب مدينة غزة من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء الناحال خلال معارك في جنوب قطاع غزة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد عشرة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية في جنين وتوباص بالدفة الغربية المحتلة هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية وقالت فصائل فلسطينية إن مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مخيمي عسكر وبلاطة شرقي نابلس تبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على طول الحدود وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة أطلقت من لبنان في بيت هلل شمال إسرائيل كما هاجمت طائرات جيش الاحتلال مبنى تابعا لحزب الله في العديسة جنوب لبنان وقصفت قوات المدفعية مناطق في شبعة ويارين بالجنوب ومن جانبه أعلن حزب الله قصفت تجهيزات التجسسية في موقع العباد شمال إسرائيل بمسيرات انقضادية قدم للدعاء الأمريكي لائحة اتهامية معدلة ضد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في العام 2020 وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرا المحكمة العليا وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية التقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مدير إدارة المياه بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي سيدا جايكوب جرانيت على هامش مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم وخلال اللقاء أعرب سويلم عن رغبة مصر في تطوير التعاون مع سيدا وغيرها من الشركات وبيوت الخبرة السويدية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر بمجالات معالجة وإعادة استخدام المياه ورصد وتحسين نوعيتها انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل